مرحبا بكم في قناة تحفة يوب ضمن اهم خبرين لصهرات اليوم حول المسار الشحر الرئاسي سرش النكاز وكذلك الرئيس بوتفليقة البداية مع المسار الشحر الشنكاز الذي وضع ملفه اخيرا وذلك بعدما احضر كل شيء طلب منه وسينتدر عشر ايام كاملة مثله ككل المسار الشحر حين الاخرين لمعرفة ان تم اختياره للمرحلة النهائية لكن الراشد نكاز اختفى بعد اداعه للملف وكشف زامله انه تم نقله من الشرطة مباشرة دون معرفة الوجهة التي تم اخذه اليها وكان الراشد نكاز عبر عن ارتياحه شديد من قبول ملفه املا في ان يتم اختياره في المرحلة النهائية وهو الذي يمسلك شعبية كبيرة جدا بينما الرئيس بوتفليقة فقد حسم امر سرشحه اين غاب عن الحضور اليوم لكن بعد موكله زالان الذي كشف عن مضمون الرسالة الكاملة للرئيس ولعل اهم الاشياء التي جاءت في الرسالة هي الحديث عن المسيرات الشعبية السلمية وكذلك تأكده ان منحه الشعب فرصة اخرى سيجري انتخابات رئاسية مساجلة اي انه لن يمضي العهدى الرئاسية كاملة وقد يمضي اقل من سنة واحدة فقط ومع سرشح الرئيس لولاية خامسة رغم المسيرات الضخمة يظل المستقبل مجهولا فيما ينتظر البلاد نتمنى ان تمر هذه المرحلة على خير خصوصا وان المسيرات مؤخرا كان هدفها ضد العهدى الخامسة كليا والتغيير السريع في هذه الانتخابات لكن مادم سرشح الرئيس حاليا يجب التعامل بدكاء ومسؤولية للحفاظ على الجزائر اولها واهمها دعم مسرشحك الافضل انك تتريد التغيير وبالخصوص يوم الانتخاب فالمسيرات وحدها لا تكفي كون الاهم ان يكون ايضا في منح صوتك للرجل المناسب حتى تكون سنادا جيدا خصوصا وان مسرشحين كرش النكاز وغيرهم اكدوا انهم قاموا بما عليهم حتى الان والكرة حاليا لدى الشعب وينتظرون ان يصوت عليهم ولم يتأكد حتى الان ان كانت هناك مسيرات اخرى لهذا فالوضع بكل صراحة صعب وصعب جدا خصوصا وان المحتجين في شعرتهم اكدوا انهم رفضين للاستمرار حتى لشهر واحد مؤكدين ايضا ان الرئيس يجب ان يرتاح ووضعه الصحي يثبت ذلك فهو لم يظهر نهائيا في حملته الانتخابية وترشحه في الخفاء فقط وحتى اليوم لم يظهر كليا فاللهم اجعل هذه المرحلة تمر بالخير على البلاد والعباد فما هو رأيك حول ترشح الرئيس بوتفليق وما ينتظر البلاد لا تنسى الضغط على الزر الاعجاب اذا كنت ضد العنف كما لا تنسوا مشاركتنا بارائكم في التعليقات وشكرا